مرحبا إلى كل من يهتم بمعرفة المزيد عن معهدنا المعهد العراقي لصيانة الآثار والتراث أنا نهاية عبدالله محمد باكالوريوس تاريخ العراق حاصلة على درجة دبلوم عالي في تاريخ الإسلامي وحاليا أعمل كماستر ترينج أي أستاذ مساعد في المعهد عملي داخل المعهد هو مساعدة أساتذاء المحاضرين والخبراء الأجانب التي نأتون من جميعنا حالي لإلقاء المحاضرات وكذلك مساعدة الطلبة إثناء المحاضرات النظرية والعملية داخل المختبرات وكذلك إلقاء محاضرات بعد انتهاء الكورسات داخل متاحف نايت سواء كان في أربيل أو في دوهوك أو في أي محافظة يستوجب علينا إلقاءها لذلك نحن كأساتذة مساعدين نعتبر حلقة الوصل بين الطلبة والأساتذة لتوضيح علم الصيانة أكثر وأكثر وأهم شيء من هذه الدورات هو مشاركة معلومات الصيانة مع موظفي المتاحف والدوائر الآثاري والتراث وكذلك قيام بصيانة القطع الأثرية داخل هذه المتاحف ومشاركة في التنقيبات الأثرية التي تجي في هذه المناطق ومن أهم التحديات بالنسبة إلي التي قمت بقيام بها هي صيانة أحد القطع أو جزء من لوحة العمر الخيام التي كانت مصنوعة من حرير خالص والتي قمت بصيانتها بطرق علمية بحتها واستخدمت فيها مواد لا تضر القطعة وفعلا نجحت في صيانتها تتمن أهمية هذه المحاضرات في طرق العلمية والأمانة العلمية التي يجب اتباعها إثناء القيام بصيانة القطع الأثرية وكيفية الحفاظ عليها والتي لم نكن نعلم أي معلومات عن الصيانة سابقا لأجل ذلك قمنا بافتتاح مختبرات خاصة داخل المتاحف الموجودة في أقليم ومحافظات العراق كافة ومنها مختبر أربيل الحضاري والتي أشرف عليها حاليا وكذلك فتح مختبر خاص بمتحف بابل إضافة إلى فتح مختبر خاص بمتحف موصل التي لازمنا ندعمهم حتى الآن لذلك تعتبر هذه الدورات ضرورية داخل متاحفنا ودوائرنا الآثارية والتراثية لأن الموظفين يستطيعون الاعتماد على أنفسهم في الحفاظ على قطعهم والصيانتها وكذلك كيفية حفظها داخل معارضهم أو مخازنهم وكذلك نلاحظ في حقل الجامعي تم إدخال مادة الصيانة في منهج الجراسي سواء في محاضرات البكالوريوس أو في محاضرات حصول على درجة الماستر من خلال الطلبة التي قد قاموا بأخذ دورات داخل معحدنا ترجمة نانسي قنقر